اليوم صورة محمد بن سلمان واضحة حول المملكة من سيفين ونخلة إلى منشار الجمجمة راس قاشقتي والمنشار بيده جميل كيف ترد عن صورة المملكة أريد أن ترد لا تأخذني بعيد بليزة أنا مني عم باخدك بعيد بس أنا تسألت سؤال يا دكتور أنتو عم توجهوا اتهام للأمير محمد بن سلمان بناء على إيش بناء على تقرير السياي اي السياي اي ليس جهة قضائية بناء على الواشنطن بوست واشنطن بوست جريدة صهيونية يعني ما نصير البيينته على ما ندعى يا دكتور هلأ بده جيي هون الأخ يعمل لي جميشتين وصيفين نضال نضال جاوبني لأنه عم تروح بعيد نضال نضال يا أخي أنا مش مختلف معك بس هل تستطيع أن تنكر أن محمد بن سلمان شيطن الآن بغض النظر إن كان بريئا أو غير بريئ أنا ما جاوبت قبل شوية عسل احتلت لك مستهدف من قبل الإسرائيليين والأمريكان وهذا ويسامن على صدري لأن الرجل في عدد من الأسباب يا دكتور أولا السبب الأول هو رفضه تمرير صفقة القرن يا سيدي اللي وقف صفقة القرن هو الصمود الفلسطيني غزة ومحمد بن سلمان أزقته جيد يا رجل يا نضال يا نضال انت مقاوم معقول يا رجل يا نضال معقول جيارة كل المقاومة الفلسطينية والصمود الفلسطيني لمحمد بن سلمان أبو منشاره له معقوله له انت مقاومة أبوك السبع معروف يا زلمي تاكت إيزي يا دكتور والله في فلسطينيين عم يشوفوك الآن معقول محمد بن سلمان مشان هيك أنا عم خوطب الآن أبناء 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 خليني بسئلك خليني بسئلك الآن الإسرائيليين يبحثون والأمريكان عن غطاء عربي وإسلامي مطلوب من مصر تمرر صفقة القرن ومطلوب من محمد بن سلمان تمرير صفقة القرن لا المصر مشت بموضوع التغطية وكان فيه موقف لافت للرئيس السيسي ولا الأمير محمد بن سلمان ولا الشيخ محمد بن زيد بالتالي عند العرب المشروع لم يمر ولن يمر هلأ طبعا نرى بعد الضول مثل سلطنة عمان تستطيع أن تذهب وتعقد صفقات ولكن يا دكتور إذا نحن بدنا نطلع فعلا مين يلي عم بيمر صفقة القرن هذا عمليا اتفاق بين السيد أردوغان والإسرائيليين على عودة التطبيع بعد سفينة مرمرة فيه اعتراف بمدينة القدس وأنا أراجع أنا أطلب أي شخص يدخل على موقع زمان التركية حتى يرى هذا الاتفاق بأمي عيني يا دكتور جوابني 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 لا 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 هو أساس المشكل ماشي ماشي بس يا نيضال يا أخي أنا مش مختلف معك أنا مش مختلف معك كلامك أوكي أنت كسوري موافق على دور أردوغان في سوريا دقيقة